الفقهاء اتفقوا على جواز ان احنا ننظم عملية الولادة والحمل والاولاد وكذا واستدلوا على ذلك بقول بعض الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل يعني على ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيستخدموا طريقة بداية في تنظيم النسل فكانوا لا يتموا العلاقة الى منتهاها فيترتب على ذلك عدم حصول الحمل فبيقولوا ان الحالة دي كانت بتحصل باستمرار والقرآن الكريم كان بينزل ولم ينكر علينا ذلك يعني معنى ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بينهم ومعنى ان القرآن الكريم يتنزل وهم يعملون بهذا العمل ولا ينكر الشرع عليهم فهذا يجعل هذه العملية جائزة وهي تنظيم الاولاد وتنظيم النسل وان انا انجب اولاد فاعلمهم تعليما حسنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا فتكثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيندبنا الى الكثرة التي يتباهى بها فدلوقتي انا جاي عندي ربنا اكرمني بطفل او بطفلين هل لو انا علمتهم كويس وجعلتهم في مناصب عليا وبقوا نافعين لانفسهم ونافعين لأسرتهم نافعين لمجتمعهم هذا يدعو الى التباهي لكن لو هؤلاء الاولاد لم يأخذوا الحظ الوافر من العلم ولا من التعليم ولا من الرعاية الصحية ولا من الرعاية النفسية هذا لا يدعو الى التباهي اه يعني الفكرة عندنا مش بالكم الفكرة بالكيف فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يندبنا الى التكاثر الذي يدعو الى التباهي هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيباهي الامم بامة ضعيفة او بأناس لم ينفذوا امره ولم يطيعوا هديه بالعكس ده ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انني ارى جماعة من امتي يدخلون الى دار العقاب يعني هي تعقبوا فأنا أعرفهم بسيماهم فأقول يا ربي بعلامتهم هؤلاء من أمتي فترد عليه الملائكة وتقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال صلى الله عليه وآله وسلم فأقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا لأنهم لم يتبعوا سيدنا صلى الله عليه وسلم حق الاتباع ولم ينفذوا أوامر الشرع الشريف ولم يكونوا محطا لأن يتباهى بهم وأن يدخلوا جنة الله سبحانه وتعالى المعتاد إنه حينما يكون عدد الأولاد قليل يستطيع الأب أن يربيهم تربية حسنة يستطيع أن يعلمهم تعاليم الإسلام يستطيع أن يخلقهم بأخلاق الإسلام يستطيع أن يشبعهم حنانا ورأفة ورقة تربية الأولاد مسؤولية كبيرة جدا يا دكتور محمد لكن احنا فهمنا كده من كلام فضلتك إن اللي بياخد وسيلة منع حمل جائز شرعا وفي عهد الصحابة وفي عهد رسول الله كان ده موجود لكن النقطة المهمة والأهمة في هذا الحوار فضلتك من غير علم الزوج السيدة اللي بتلجأ اللي هي تاخد وسيلة منع حمل بغير علم الزوج أو بعدم رضا الزوج الحقيقة هذه المسألة ينبغي أن تبنى على التوافق وينبغي أن تبنى على المصارحة يعني لابد أن يكون هناك حالة من حالات الحوار بين الزوجين وحالة من حالات المصارحة يعني النهاردة احنا مقبلين على الزواجة فأنا معرفش طبيعة زوجتي وزوجتي ما تعرفش طبيعتي فلا مانع من أن احنا نتكلم ونقول طيب نأجل شوية موضوع الإنجاب عشان نشوف احنا هننجح مع بعض ولا لأ احنا الآن فيه بيننا خلافات كبيرة في الطبائع وفي العادات وفي التقاليد وفي طريقة التربية وفي البيئة اللي نشأنا فيها لو أننا أنجبنا الأولاد في أول سنة بعد الزواج ربما لم نتفق ربما لم يحدث بيننا علاقة طيبة ومش بالضرورة يكون حد مننا وحش وحد مننا حلو ممكن نكون احنا الاتنين كويسين جدا ومؤدبين ومتدينين بس نمط الحياة مختلف ما بيني وبينها فيه نمط منفتح فيه نمط منغلق والاتنين قريبين من الله سبحانه وتعالى فيه نمط محب للحياة فيه نمط محب للانطواء والانزواء عن الحياة فيه بنت تحب تخرج باستمرار وفيه زوج يحب يقعد في البيت وفيه العكس فينبغي أن هذه الأمور كلها تتفتح في بداية العلاقة الزوجية ونتكلم ونشوف هنعمل ايه وهنسوي ايه وما فيش مانع أبدا أن احنا نتفق نتفق على أن نؤجل الإنجاب سنتين وثلاتة واربعة ما فيش مانع من ذلك ولا يكون علينا في ذلك إسم مرة أخرى تنظيم العلاقة بين الزوجين وتوقيت الإنجاب ده شأن مشترك ينبغي أن يكون بينهما حوار مشترك ليصلوا به في النهاية إلى ما يرضي الطرفين في بعض الزوجات تقول لك لا أنا هأجل وهاخد وسيلة من غير مجوز ما يارف لأنه هو سيء العشرة أنا مش عايز أتعامل معي في الحقيقة عب الحمل والولادة نسبة كبيرة جدا منه تقع على عتق المرأة الزوج لا يحمل الزوج لا يرضع الزوج لا يرعى الزوج لا يربي الزوج حياته كلها إنه هو بيعمل وبينفق ويتكفل بالإنفق على الأسرة ونحو ذلك لكن عب الحمل وتبعاته الثقيلة التي ربما تصل فيها المرأة إلى معاينة الموت يعني المرأة حينما تكون في حالة المخاطفة هي في حالة من حالات معاينة الموت التي تصل فيه المرأة إلى التعب بعد الولادة والرضاعة وتبعات الرضاعة ومسؤوليتها الأطفال وهذه مسؤولية سقيلة يعني لما طفل صغير يعيها هتودي فين وهتودي الدكتور ولازم دواء باستمرار ولازم رضاعة مستمرة ولازم أكل بشكل معين ولازم رعاية بشكل معين يعني دائما الطفل الصغير ده يأخذ من أمه قدر كبير جدا من الرعاية والعناية يأخذ من صحتها يأخذ من انتباهها يأخذ من روحها ومن نفسها ولذلك تبعات الحمل والولادة أثقل على المرأة منها على الرجل طب لو عملت كده من غير موافقة الزوج هذا يحتاج أيضا إلى نوع من أنواع التشاور يعني أنا لا أريد أن تنفرد عن إرادة زوجها لكن أنا أقول أنها عندها حق أنها تتكلم بأنها لا تريد يعني هي لا يمكنها أن تأخذ القرار منفردة